أنت سجل مدني ماشي على الأرض كده ليه كده بس يا سيد شريف لا أبكاد بجد الله 33 جواز 33 طلع أنا عملت حاجة ضد القانون عملت حاجة ضد القانون المأزول أنا معرفش أنا معرفش أنا عملت حاجة ضد القانون لا إلا أنا عرفه لأ بس عملت حاجة ضد الشرع الشيخ الشيخ اللي أنا أكلم على قبل دكتور مبروك مين يعني الشيخ اللي أنا أول مأزون كتاب عنه الدكتور مبروك قالك إيه ده كاتب جد الوقت حضر ليك قلت لي إيه لو سألت دار الإفتاح وقالتلي غلط يبقى أنا غلط في حد قالك من حواليك اللي انت بتعمله ده غلط في كتير قال اللي انت بتعمله ده غلط قالوا لك إيه ولا حاجة غلط وبيسألوا ليه نفس الرد هو هو نفس الرد هو هو طب ما زعلش منه طب لما شوف يعني لما عرف ان زوج وزوجة لما عرف ان زوج وزوجة رجعوا البعض أهلك زعلو ما زعلوش أهلك 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 أسرتك كبار والدك أو والدتك عادي يعني أنا أعتقد أنا سني ما يسمح ليش إن حد مثلا يعدل على قرارات الشخصية لو عملت حاجة غلط أنا بعملش حاجة غلط حاجة غير المألوف أنا بعملش حاجة غلط أنا بعمل حاجة أبوما يقولوني مسلا اللي أنت بتعمله ده غلط أمي قالولي كده قلتلهم أنا مقتنع برأيه هوا ممكن يكون بيعمل كده عشان ماذاقوا ها والله ف sparkle مش عارف ما تقدرش تطلع عن النواية هو ممكن بكل شياكة وزوء وأدب وعدم جرح له يكون استمرأ الحكاية استمرأ الموضوع أشكرك على اللفظ الدقيق يعني ما عليش أفهم برضي يا دكتور يعني استحليت استحليت الحكاية يعني البيوت جديدة واشتال جديدة والوان جديدة ما استحليتش الموضوع وأحجام جديدة عندك عيال؟ عندي ابن عنده كم سنة بسم الله عنده حوالي ست سنين ست سنين دي من الزوجة اللي مش مصرية أنت عندك زوجة مصرية وزوجة غير مصرية؟ أه أنت مجاوز اتنين في واحدة في اليونان وفي واحدة هنا في اليونان واحدة في اليونان وواحدة هنا واحدة هنا واحدة يونانية يونانية وواحدة مصرية دي جوازاتك أنت جوازات؟ جواز مش جواز للرجوع للزوجة الأوليني أو كده طب أنا أقول لك الأحاجة الزموك الجاي الاسبوع اللي جاي الزي النهاردة تكون انت بعت سؤالك الدر الإفتاء خلاص وتقل لي اللي حصل خلاص وتقل لي قرارك ماشي أنا بكلمك على يوم الاربع اللي جاي يوم الاربع حاضر يعني حضرتك اللي هتكلمني هتقول لك لا أنا مش هتكلم أنت هتبعت انت وتقول لي عملت ايه ماشي تمام هبعتك لسكينشوت بتاع در الإفتاء تمام ولو قالوا لك ان ده غلط حتبطل ولو قالوا ان ده غلط طب ولو قالوا انك انت بتعمر بيوت ما بتخلوهاش ما نشوف هيقوله ايه بس بس ما استحلتهاش انت قلتها بلغة تانية هي ايه لا يا دكتور الحمد لله لا الحمد لله